السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي من أكثر المشاكل اللي في أجهزة الآيفون هي المساحة وهذا شيء معروف أيضا من أهم التطبيقات المثبتة على جهاز الآيفون هو برنامج الواتس أب تطبيق الواتس أب مع المجموعات والقروبات وإلى آخر الصور والفيديوهات دائما تشغل مساحة كبيرة وإنت عندك مساحة 5 جيجا فقط لغير اللي هي مساحة الآي كلاود فعشان تاخد نسخة احتياطية من الواتس أب تحتاج ترقية في الآي كلاود أو إنك تنقل عن طريق برنامج الآيتونز وللأسف عشان تنقل برنامج الواتس أب من جهاز إلى جهاز هتحتاج إنك تاخد نسخة كاملة لجهازك من خلال برنامج الآيتونز على الكمبيوتر وتنقلها إلى جهازك الثاني ولكن برنامج اليوم هو ينقل لك فقط الواتس أب من جوال إلى جوال أو تاخد حادثات الواتس أب تصورها بفيديوهاتها وتنزلها على جهاز الكمبيوتر وسر تقدر ترجعها في أي وقت أو تسترجعها في أي وقت حتى لو يومياً أسبوعياً تقدر تاخد براحتك وتخزنها في مجلدات وقت ما تحتاجها تقدر تسترجعها طبعاً البرنامج سبق وشرحته قبل كده اسمه إني ترانس طبعاً لو أنت متابعني أكيد حتكون عارفه نزلت ميزة جديدة بداخل هذا البرنامج يعني هذا مو بس عمله الأساسي هو أشياء كثير جداً يعملها ولكن أنا بشرح اليوم فقط هذه الميزة اللي هي نقل محادثات الواتس أب من آيفون لآيفون من خلال هذا البرنامج أو أنك تسترجعها يعني تحفظها على الجهاز الكمبيوتر وتسترجعها في أي وقت على جوالك خلينا نشوف موقع التحميل مع بعض وأيضاً رابط التحميل بتلاقيه بصندوق الوصف أسفل الفيديو وتجربة عملية للبرنامج البرنامج ليس مجاني لكن تجربته مجانية وعشان تستفيد منه أو تستغله تحتاج إلى شراء فخلينا نشوف الفيديو مع بعض برنامج إني ترانس هذا هو البرنامج الرائع جداً وهذه هي مميزاته سبق وشرحت أغلب ما فيها أو كلها شرحتها وبترك لكم أيضاً رابط الشرح بصندوق الوصف أسفل الفيديو الآن بمجرد تشبك جوالك على جهاز الكمبيوتر وبتنزل هذه القائمة من أسفل ستلاحظ عندك ميزة جديدة اللي هي نقل رسائل الاجتماعية سواء واتس أب أو لاين من الجوال إلى الكمبيوتر أو من جوال إلى جوال عندك يدعم هذه الثلاث برامج واتس أب و لاين وأيضاً الفايبر المحجوب كلياً عندنا طبعاً في المملكة العربية السعودية فعندك ثلاث خيارات عندك اللي هو نسخ احتياطي هذا بينسخ لك محادثات الواتس أب بمرفقاتها يعني صور وفيديوهات كل شيء في الواتس أب إلى جهاز الكمبيوتر عشان تتحفظ فيه تستعيده في أي وقت على جوالك من خلال خيار الاستعادة وهذا اللي بتنقله من آيفون لآيفون يعني بتنقل محادثات الواتس أب من جهاز آيفون لآيفون طيب خلينا نجرب مثلاً نسخ احتياطي ونختار هذا السهم الأزرق والآن جاري اللي هو نسخ الرسائل بينسخ لي الآن رسائل الواتس أب على جهازي الكمبيوتر طيب هذه النسبة الماوية طبعاً هذه تختلف من جهاز إلى آخر يعني ممكن يأخذ معك يوم كامل يعني لا تستغرب هذا ما يعتمد على الانترنت ولكن يعتمد على حجم مساحة الواتس أب عندك في ناس عندهم واتس أب اتفاجأت فوق الستين جيجا فيديوهات وصور وقروبات ودنيا زحمة فأكيد حيتأخر عنده لكن أنا طبعاً أنظف القروبات أول بأول مسح كافة الصور وفيديوهات هي لتأخذ المساحة لكن الرسائل النصية العادية ما بتأخذ أي مساحة فلذلك أخليها ولكن فيديوهات والصور دائماً أمسحها أول بأول من داخل الواتس أب فحجم الواتس عنده تقريباً يمكن ثمانية جيجا أو عشرة جيجا شيء زي كده طيب الآن خلص هذه هي لو حتى بنستعرضها هذه هي النسخة وطبعاً عليها كلمة سر يعني ما حد يقدر حتى يسترجعها أو يفكها طيب الآن لو مثلاً أبغى سوي لها استعادة بسوي استعادة على طول بيظهر لي النسخ اللي عندي كل واحدة بالتاريخ وبالساعة عشان تعرف اللي هي متى أخدت النسخة عشان ما تطلق ما تقدر تحتفظ بمليون نسخة طيب هنا بيقول لك أنه انتبئ لأنه في استعادة النسخة يعني بتيجي فوق الواتس اللي عندك يعني ما بيدمج لك هي مع محادثات الواتس اللي موجودة عندك الآن بيستبدلها طيب لو رحنا إلى الخيار الثالث اللي هو نقل من جهاز آيفون لآيفون هنا بيقول لي أشبك جهاز آيفون ثاني وبعدها حينقلها أيضا بكل سهولة في البداية حيسوي نسخ وفي الجهاز الثاني حيصير في استعادة أيضا بكل سهولة طيب عشان تعرف مسار هذه النسخ فين مخزنة لو أنت حابب تنقلها مثلا على اليو اس بي خارجي أو شيء هنا هذا هو مكان المسار تقدر تسوي له تغيير وتحطها في أي مكان سواء على هارت خارجي يو اس بي فلاش أو تغير من جهاز الكمبيوتر تحطه في المستندات تحطه في الوان درايف في الدروب بوكس على كيفك من هنا تقدر تغير المسار وتحط المجلة في أي مكان أنت تبغى طبعا هذه هي صفحة رسمية لبرنامج اللي هو الاني ترانس تقدر تحمله بشكل مجاني وبعض المميزات زي ما قلت لك هي اللي هي حتطلب عملية الدفع فهتحمل البرنامج وإن شاء الله التوفيق للجميع فمن هنا تقدر تجربه بشكل مجاني لأجلسة الويندوز وأجلسة الماك ومن هنا تقدر تشتريه لمرة واحدة طبعا مدى الحياة وتحدثه في أي وقت عندك هذا هو لجهاز الكمبيوتر واحد فسعره 40 دولار هذا هو للعائلة اللي هو أكثر من جهاز إلى خمس أجهزة تقريبا ممكن أكثر أنت وأخياءك أو أنت أخوانك تشتركه تشتركه بـ 60 دولار أو اللي هو للشركات وإلى آخره أو المحلات لو أكثر من محل يجتمع ويشتريه بـ 100 دولار فطبعا هنا كاتب لك ترقية مجانية مدى الحياة يعني في أي وقت تنزله تحديث أنت مستمتع بهذا التحديث بشكل مجاني وصلنا إلى نهاية الفيديو يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر